بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطبيغات المشتقة الأولى والثانية أولاً تطبيغات المشتقة الأولى عزيزي الطالب من المتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن تكون غادراً على بحث إطراد الدالة، إيجاد النقاط الحرجة للدالة، إيجاد نقاط القيم العظمى والسخرى المحلية عزيزي الطالب سبق وأن درست تحليل الدوال بيانياً وإيجاد إطراد الدالة وتحديد فترات التزايد والتناقص للدالة وفي درسنا اليوم سنتعلم كيفية إيجاد ذلك باستعمال المشتقة الأولى للدالة هيا بنا لمشاهدة هذا الفيديو للتعرف على ذلك أمامك منحنة الدالة F القابلة للإشتقاق ومنحنة مشتقتها F شرطة هذا هو منحنة Y يساوي F لـ X باللون الأزرق وهذا منحنة F شرطة باللون البرتقالي أي من الخيارات التالية يعد تفسيراً مناسباً مبنياً على التفاضل والتكامل لسبب تناقض الدالة F عند X أكبر من ثلاثة كما تلاحظون على التمثيل البياني عند قيم X أكبر من ثلاثة تتناقص الدالة فكلما ازدادت قيمة X قلت قيمة الدالة وبما أن المطلوب هو تفسير مبني على التفاضل والتكامل فيمكنكم النظر إلى المشتقة فإذا كان ميل خط المماث سالباً أي المشتقة سالبة فهذا يعني أن F تتناقص وكما تلاحظون عند قيم X الأكبر من ثلاثة قيمة المشتقة أصغر من صفر لذلك التفسير المناسب دون النظر إلى الخيارات هو كالتالي لقيم X الأكبر من ثلاثة F شرطة لX أصغر من صفر والآن دعونا ننظر إلى الخيارات F شرطة تتناقص عند X أكبر من ثلاثة هذا الخيار خاطئ فما يهمكم هو ما إذا كانت المشتقة موجبة أو سالبة فإذا كانت سالبة أي أقل من صفر ستكون الدالة وتناقصة وانتبهوا أن F شرطة قد تكون موجبة ومتناقصة في الوقت نفسه مثلاً قد يبدو منحنة المشتقة بهذا الشكل فمع أن المنحنة يتناقص إلا أن قيمة المشتقة لا تزال موجبة إذن استثنوا هذا الخيار لقيم X الأكبر من ثلاثة كلما ازدادت قيم X قلت قيم F لX وهذا صحيح فهذه العبارة تعتبر تعريفاً لتناقص F لكن هذا التفسير ليس مبنياً على التفاضل والتكامل لذلك هو خاطئ هذا هو نفس التفسير الذي توصلتم إليه بأنفسكم قبل أن تنظروا إلى الخيارات وكما قلنا إذا كانت المشتقة سالبة فهذا يعني أن ميل خط المماس للدالة F سيكون سالباً ما يعني أن الدالة نفسها تتناقص إذن هذا الخيار الصحيح الخيار الأخيذ يقول F شرطة لصفر تساوي سالب ثلاثة والمقصود هو هذه النقطة وهي كما ترون خارج الفترة التي تريدونها أي أنها ليست من القيم الأكبر من ثلاثة إذن هذا الخيار خاطئ بعد مشاهدتك للفيديو عزيزي الطالب نستنتج النظرية التالية لتكون الدالة F متصلة في الفترة المقلقة A و B وغابلة للاشتقاق في الفترة المفتوحة A و B إذا كانت المشتقة الأولى للدالة أكبر من الصفر لكل X ينتمي للفترة المفتوحة A و B فإن الدالة F تكون متزايدة في الفترة المقلقة A و B المشتقة الأولى للدالة أصغر من الصفر لكل X تنتمي للفترة المفتوحة A و B فإن الدالة F تكون متناقصة في الفترة المقلقة A و B المشتقة الأولى للدالة تساوي صفر لكل X تنتمي للفترة المفتوحة A و B فإن الدالة F تكون ثابتة على الفترة المقلقة A و B ويمكن تلخيص النظرية في الجدول التالي فأقرأه جيداً مثال ابحث إطراد الدالة F تساوي 3X تربيع زائد 12X ناقص 5 عزيزي الطالب لحل هذا المثال نتبع الخطوات التالية الدالة Fx دالة متصلة وقابلة للاشتقاق على مجالها إيجاد المشتقة الأولى للدالة باستعمال قواعد الاشتقاق تذكر عزيزي الطالب أن مشتقة 3X تربيع هي 6X ومشتقة 12X هي 12 أما مشتقة سالب 5 هي 0 فتكون المشتقة الأولى للدالة تساوي 6X زائد 12 لبحث إشارة الدالة كما تعلمنا نحدد الفترات التي تكون فيها المشتقة الأولى للدالة أكبر وأصغر من الصفر تكون الدالة Fx متزايدة في الفترة سالب 2 مقلقة وما لا نهاية مفتوحة وتكون الدالة Fx متناقصة في الفترة سالب ما لا نهاية مفتوحة عزيزي الطالب للتأكد من فهمك لبحث إطراد الدالة حل هذا التدريب ابحث إطراد الدالة Fx تساوي 3 زائد 8X ناقص 2X تربيع معك من الزمن 3 دقائق عزيزي الطالب بعد الانتهاء من الحل تحقق من إجابتك بالضغط هنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف على مفهوم النقاط الحرجة ترجمة نانسي قنقر 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 اكس تكعيب زائد ثلاثة اكس تربيع ناغص تسعة اكس ناغص واحد في مجالها الدالة اف اكس دالة كثيرة حدود فهي متصلة وغابلة للاشتقاق على مجالها ار ايجاد المشتقة الاولى باستعمال قواعد الاشتقاق تعلم جيدا عزيزي الطالب ان مشتقة اكس تكعيب هي ثلاثة اكس تربيع ومشتقة ثلاثة اكس تربيع هي ستة اكس ومشتقة سالب تسعة اكس هي سالب تسعة ومشتقة سالب واحد هي صفر لإيجاد النقاط الحريجة نحل المعادلة المشتقة الاولى للدالة تساوي صفر فيكون ثلاثة اكس تربيع زائد ستة اكس ناقص تسعة يساوي صفر وبالتحليل وحل المعادلة نحصل على قيمة اكس وهي اكس تساوي واحد او اكس تساوي سالب ثلاثة ثم بالتعويض في اف اكس بغيمة اكس فتكون النقاط الحريجة للدالة هي واحد وسالب ستة والنقطة سالب ثلاثة وستة وعشرون سالب ثلاثة عزيزي الطالب لتأكد من فهمك حاول حل هذا التدريب اوجد النقاط الحريجة للدالة اف اكس تساوي اثنان اكس تكعيب زائد تسعة اكس تربيع ناقص سبعة في مجالها معك من الزمن ثلاث دقائق بعد الانتهاء من الحل تحقق من اجابتك بالضغط هنا ما شمعه سانت